هذه الحلقة غير مخصصة تماماً لفانز يوسف الشريف وأصحاب الكومنت الشهير هو أنت مين أصلاً عشان تتكلم على يوسف الشريف؟ عزيز المشاهد اللي بيشوفني دلوقتي مسلسل كوفيد 25 إحنا مش هنتكلم عن فكرة اقتباسه من عمل زي ورلد ورزي مثلاً أو تشابه بعض الكادرات والمشاهد ومش هنتكلم تماماً عن فكرة أنه هو قريب بنسبة كبيرة جداً لمسلسل سويت هوم المسلسل الكوري وأو ليه علاقة تماماً بفكرة الفيلم The Quiet Place أو The Silence أو فكرة بيرت بوكس مثلاً وفكرة الناس اللي عمية واللي هي بتجري وراء الصوت مثلاً أو لو أنت شفت وبصيت في عين المصاف فهتتحول لهذا الكائن أو هذا الشيء إنت مين إنت عشان تتكلم على يوسف الشريف؟ أنا مش هتكلم خالص عن الموضوع ده لأن أنا شايف أن الفكرة دي في حد ذاتها بتأثر بشكل كبير جداً على مجهود الناس اللي اشتغلوا في هذا العمل كوفيد 25 دي الناس اجتهدت حاولت تعمل حاجة مختلفة في الوطن العربي وفي مصر فمش هنقول أن الناس ديت يعني كل شجلهم راح على الفاضي مثلاً انا مش هنقول الكلام ده تماماً احنا هنبدأ أن يأخد المسلسل حتة حتة ونبدأ أن نشوف هل هم فعلاً يعني المعطيات اللي هم اشتغلوا بيها والفكرة اللي هم بيحاولوا يقدموها هل قدموها صح ولا لا هو ده غرضنا في الأول وفي الآخر احنا بنتكلم عن من الحلقة الستة للحلقة الاثناشر احنا بنتكلم عن تطور وتعاطي مع معطيات جديدة او فكرة وقصة مختلفة عن وطن العربي والدراما المصرية فكرة الزومبي هو ما تقلش بشكل واضح وصريح في المسلسل هما كانوا بيتكلموا في فكرة ان البني آدم بتحول لحاجة جريبة وحاجة غير مفهومة لا تعقل وتم رمي كلمة زومبي كده في النص في الأحداث بشكل ايه ترياءة يعني لكن هو واضح جدا ان احنا قدام حالة زومبي واضحة جدا في أحداث مسلسل كوفيد 25 وده ما فيش فيه اي اقتباس تماما الزومبي وتناول أحداث الزومبي منتشرة في كل سلمات العالم وكل دراما العالم فما فيش جديد الفكرة بس انت هتقدمه ازاي اللي انا شايفه انه عادي الناس كلها بتجري واحد بيتحول فبيطلع يهاجم ناس تانية وده عادي جدا لكن ازاي بقى بنوظف الموضوع ده في أحداث العمل خلينا كده في البداية الاول نمشي الموضوع واحدة واحدة احنا بنتكلم الحلقة الستة بدأنا نفهم ان الفيروس ده كان نتج عن تجارب على فيران والفيران ديت كان عندها مرض تنفسي وتقريبا فكرة ان هو ده كوفيد 19 فالموضوع هنا بدأنا نفهم ان ايه علاقة الفيروس ده بالفيروس ده وازاي الموضوع تطور فالفيران تطورت وبقى اكتسبت قدرات معينة بيحصل لها نوع من انواع العامة بقى عندها فقدان للعقل تماما واحنا ده شفنا مع فاطين عبدالوهاب في الفكرة دي تمام فاطين عبدالوهاب اللي هو يبقى حما يسيني اللي هو يوسف الشريف انت مين انت عشان تتكلم على يوسف الشريف والموضوع مش معنا تطور واحدة واحدة لحد ما عرفنا ان الشركة اللي هي مسؤولة عن هذه التجارب تم استجلال الفيروس الجديد ده بطريقة او باخرى ويبقى في لقاح كل الكلام ده بيدل او بيعكس على فكرة ان في نظرية مؤامرة وفي ناس بتحاول تستفيد وناس بتحاول تحقق اغراض معينة وتكسب فلوس بس هتكسب فلوس على ايه على جسس الناس وعلى فكرة ان خلاص الناس تحاولوا لزومي فهيستفيد من مين بعد كده المهم الموضوع تطور معنا وبدأنا نمشي واحدة واحدة بقيت الحلقات بقى من الحلقة السابعة مثلا للحلقة التمنى التسعة العشرة كان الموضوع في نطاق من المغامرات والبحث عن ملجأ للهروب من هؤلاء الزومبي ومحاولة الخروج من المكان اللي هما محبوسين فيه ويطلعوا مكان تاني طبعا كل دي محاولات وإحنا شفناها لحد ما وصلنا للحلقة الاثناشر وهم فعلا قدروا يخرجوا ويبدأوا يبحثوا عن مكان تاني علشان يوصلوا لمكان آمن فدي القصة والأحداث بشكل عام فكرة النجاة من خطر معين أو الهروب من خطر معين دي حالة عامة بتثير أي مشاهد إن هو عاوز يعرف الناس دي هيحصل لها إيه بعد كده هنا بتحصل نقطة الشغف أنت عاوز تعرف ياسين والناس اللي معاه هل فعلا هينجوا هل هيقدروا يوصلوا للمكان الآمن طب هل المكان الآمن ده فعلا هو آمن ولا خلاص تضمر تماما وهنبدأ نشوف ارتباطه هذا العمل بمثلا ترينت بوسان الفيلم الكوري برضو كانوا فاكرين في مكان آمن ولما وصلوا له طلعش آمن تماما وطلع الدنيا متضمرة خالص دلوقتي فيه نقطتين مهمين هنتكلم عنهم النقطة الأولى إيجابيات وسلبيات هذا العمل في خلال هذه الحلقات من الحلقة الستة للحلقة الاثنشر لأن هم يعتبروا هم اللي وضحوا كل التفاصيل عندنا لسه التلاتاشر والاربعتاشر والخمستاشر أنا أعتقد أن مش هيبقى فيه تفاصيل كتيرة جدا في التلات حلقات دول على قد من هو هيعرفنا الناس دول هيوصلوا لحد إيه أو إيه اللي هيحصل لهم في صياق الأحداث لكن الأساس أو البوينت الرئيسية بتاعت المسلسل هم في الست حلقات دول من الحلقة الستة للحلقة الاثنشر كان فيه أول خمس حلقات أنا عملت عنهم مراجعة أو نقدر نقول عليه منقشة تقدر تشوفوها في الحاجة اللي هتطلع من هذا الوقت لو أحبيني يعني لكن الأهم والمهم هم الستة حلقات دول هم اللي فيهم كل التفاصيل طيب الستة حلقات دول وضحونا أمور مهمة جدا خلال القصة وأنا حكيت القصة من شوية بشكل سريع لكن الأهم في بعض الحاجات اللي هي إيه استوقفتني كده وقلت يا جدعي أنا عباد ده عندنا مثلا في الحلقة التامنة الحلقة التامنة كان فيها حدث مهم جدا وهو البحث عن لاب سي لاب سي الناس كلها كانت عملت دور عليه والشروق اللي ماتت كانت بتدور عليه إن هي كتحسة أو عارفة إن هذا المعمل فيه حاجة مهمة جدا وبيخبي سر مهم جدا لازم ينكشف هم كانوا في الأول فاكرين إن فيه اللقاحات علشان الفيروس ده لكن فعلا هم وصلوله وكانوا واخدين معاهم الطبيب الخائن على أساس إنه هو هيفتح لهم كل الببان المخلقة اللي هم يقدروا يدخلوا لها علشان يعرفوا إيه الأحداث اللي بتحصل أو إيه السر وراء لاب سي فعلا راحوا للمكان قاعدوا دوروا على باب هذا المعمل مش تقينوا لكن بالصدفة كده ياسين لقى فيه زرار كده خفي في الحيطة فراح دايس عليه وإيه سبحان الله الباب فتح طب يا معلم تب باب سر زي ده كده إزاي اي حد كده معادي يفتحوا يعني الدكتور اللي جايبينهم معا ما هو ده اللي مفروض هيفتح يعني مش مفروض يكون الباب ده الزرار ده يكون ببصمة إيد مثلا يعني مش اي حد معادي يروح دايس على الزرار يفتح المهم إحنا مش هنقف عند التفاصيل ده عشان أنا عارف ومتأكد جماعة يوسف الشريف إنت مين إنت عشان تتكلم على يوسف الشريف كمان بالنسبة لي من أغرب الحاجات اللي حصلت برضه في المسلسل كانت في الحلقة العشرة المفروض الشخص المصاب لما بيتصاب بيليه بيمر بمراحل كده معينة من الأعراض فهو بيوصل لمرحلة إن هو عينيه بتتعمي فببيشوفش وفي هذه اللحظة بيكون عنده السمع قوي وبالتالي بيكون هجومه أشرس وبالتالي هيهاجم الناس حلو الكلام؟ ويمكن ده إحنا شفناه مع الشخص اللي هو كان مصاب وهجم على يسين ورامي وآيتن عامر لما كانوا بيحققوا في مقتل شروق لما شفنا بقى المدرب اللي هو مراته كانت تصابت وحبسها في قوضة لوحدها هي باينة جدا في المشاهد إن هي عامية وباينت جدا عليها ميول عدوانية نوعا ما وكان المفروض هذه المرحلة المرحلة دي تقوم تهجم فيها على الجزء اللي هو قاعد قدامها لكن الراجل قاعد عادي جدا قدامها وبيتكلم معاها وبيحكي معاها كلام كتير جدا وهي سمعها المفروض طب هي ليه ما قامتش هجمت عليه وبعدين هو كان قاعد قصادها وماسك في ايده سرنجة طب هل كان هيدي لها حقنة هوا علشان يموتها ولا كان هيعمل ايه طب ليه ما موتاش أصلا ففي حاجة غريبة جدا في المشهد ده أنا مش فاهمها لحد دلوقتي منين هي المفروض تكون عندها قدرات عدائية قوية جدا وجزءها قاعد قدامها مفيش متر تقريبا وبيتكلم معاها كانوا قاعد بيحكي معاها بحكاوي العشاء طبعا في حاجات كتيرة جدا أنا مش هتكلم عنها علشان أصحاب القلوب الضعيفة وأصحاب ونظريات المؤامرة اللي بتحاج ضد يوسف الشريف شايفين بقى أن هو بيقدم حاجة مهمة جدا وأن لازم نبقى احنا بصفه حتى لو هو قلت ماينفعش أن ننتقده انت مين انت عشان تتكلم على يوسف الشريف وهنا نيجي للنقطة المهمة جدا هو الكور الأساسي أو النواة الأساسية لهذا العمل الموضوع ده ظهر في الحلقة الاثناشر عرفنا هو إيه الهدف الأساسي من هذا المسلسل ككل الهدف الأساسي اللي قام عليه المسلسل بيتكلم أو الرسالة اللي هو بيحاول يوصلها للمشاهد وهي أن مشاعرنا السيئة والدنيوية هي اللي بتحولنا لمخلوقات غريبة لا تشعر ولا تعكن ما عندهاش عقل وهنا بنشبه الناس بفكرة الزومبي الزومبي هو إيه يعني غير أنه هو بني آدم شرنا منه العقل وإدينا له غرائص شيطانية غرائص حيوانية فتحول لهذه الطريقة أو هذه الهيئة فالحلقة الاثناشر وضحت لنا قد إيه إن البشر باتباحهم السيئة والسلبية ما يختلفوش تماما عن الزومبي أو الناس المصابين اللي هم بيحاولوا يهربوا منهم وعلشان ما يصطدموش بيهم إنت مين إنت عشان تتكلم على يوسف الشريف وبس كده يا رب تكون الحلقة عجبتكم أتمنى أعرف رأيكم في الكومنس إيه رأيكم في مسلسل كوفيد 25 لحد دلوقتي وهل فعلا المسلسل يستحقكم أنه هو يكون من ضمن المسلسلات أو أقوى المسلسلات في رمضان ولا لا يريد أعرف رأيكم في الكومنس وطبعا لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشيروا سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يجيلكم كل جديد في الفيلم تيفي كان معكم مصطفى ميزن